أول حاجة هسأل هيلك إيه هو نوع المحتوى اللي أنت بتقدمه على السوشيل ميديا؟ بصي هو نوع المحتوى اللي أنا بقدمه فيه ناس بتسميه المحتوى المفيد وده المقصود منه إنه هو بيدي للناس معلومات أو نوع من أنواع النصايح أنا باستند لحاجات أنا عارفها شخصياً فبحكم شغلي في شركات عالمية في مجال التسويق وفي مكان الإدارة بتكلم مع الناس على حاجات تساعدهم إزاي يتغاروا مفتوهم في الشغل بتكلم معهم شوية على التسويق بتكلم معهم على السوشيل ميديا وكمان بتكلم على شوية نصايح إزاي نحسن المهارات بتاعتنا زي الثقة بالنفس زي الزكاء العطيفي حاجات ما شبه زي لك يعني بس دي حاجات ناس كتير قوي بتاخدها من دكاترة كمان صح؟ أنت دارس حاجة معينة تقدر تفيد بها الناس يعني واخد مثلا شهادة معينة أو قارف حاجات معينة بتساعدك أن أنت تساعد الناس بطريقة دي؟ بوسي أنا الاستناب بتاعي دايما للخبرة العملية 22 سنة في شركات عالمية مع أجلسيات عملت مع أجلسيات مختلفة ووظيفات مختلفة أغلبها في مصر وبعضها كان في الخليج فبحكم الاحتكاك العملي شايف إن في حاجات عملية ممكن نبصتها قوي للناس وده اللي بحاول عمله في المحتوى بتاعي فهي مش مبنية على دراسة قد ما هي مبنية على خبرة عملية زي ما بيقولوا كده اسأل مجرب وما تسألش طبيب بزبط كده طيب أنت سميت الصفحة بتاعتك المدير جبت الاسم منين وليه؟ بصي هو كان فيه ناس بتمسمياني على تلفونهم المدير فعلى تروي كولر كان بيقول أنت المدير فكنت بخدها الأول بضحك وبعدين لقيت إن الاسم ده مناسب عشان أوصف اللي أنا بعمله لأن أنا مش دكتور وبعض الناس بتفتكر إن أنا دكتور نفسي أو لايف كوتش فبحاول أقول للناس يا جماعة أنا موظف وفي خلال وظيفتي اتعلمت الإدارة وبحاول أبقى الشخص اللي ممكن يجيبه لكم المعلومة وتسقه فيه شكرا